قبل ما نبدأ أخبارنا وفقراتنا لصبع الخير يا مصر النهاردة نصبح على لندا وتطمننا على حالة الطقس نشوف إيه قصة بقى المنحفظ الجوي اللي جاي كمان كم يوم بالإضافة إلى أحوال الشوارع وأسعار الدهب والعملات صبع الخير عليك لندا صبع الخير يا شازلي صبع الخير يا جمعنا صبع الخير يا ليند الحقيقة يا شازلي النهاردة فيه انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة عن مبارح درجة الحرارة في القاهرة مبارح كانت 39 النهاردة بتسجل 33 ففيه فرق 6 درجات معقول وبداية من بكرة كمان هيكون فيه انخفاض تاني وانخفاض ملحوظة هنقل عن 30 درجة الحرارة هتكون 28 فخمس درجات من النهاردة كتير طبعا ده خبر عمدتا لطيف كمان للناس زي كل من الكلم اللي بتشتغل في الشارع وبتشتغل يمكن قدام النار يمكن تبقى طبعا الظروف صعبة قوي عليهم طبعا صعبة جدا مع الظروف الصيام بخضبا تعالوا نتعرف على المرور هنبتدي مع المرور صباح خير عليكم مشاهدين تعالوا نستعرض مع بعض احوال المرور في مناطق مختلفة من مصر هنبتدي جولتنا من القاهرة ومن كبري 15 مايو اللي بيشهد سيولة مرورية نسبية اما الكورنيش ففيه كثافات مرورية المتجه اللي مدان التحرير وكمان بعض الكثافات اللي نكمل حتى المعادي وحلوان والحد 15 مايو هنروح في اتجاه كبري اكتوبر لمنطقة الاسعاف ورمسيس واللي بيشهد كثافة مرورية على طول كبري اكتوبر والحد نزلة غمرة والعباسية اما المتجه للشارب والسعيد للشرابية وحدايا القبة والحد كبري السواح والامرية والعكس في كثافات اما الناس على طريق الدائري يخضوا بالهم من الكثافات عند مؤسسة الزكاة والمرج والخصوص والحد نزلة الزراعي هنكمل جولتنا في شوارع الجيزة واللي بتشهد كثافات مرورية بتزيد مع دخول ساعات الضروة الصباحية بالتزامن مع انتظام الدراسة في المدارس والجامعات وتوجه الموظفين والعمال لاماكن عملهم هنبتدي من محور 26 يوليو في كثافات مرورية المتجه لميدان لبنان اما محور صفت فيشهد كثافة مرورية هنروح لشارع الهرم اللي بدأت تظهر فيه الكثافات واللي بتزيد مع موعد الضروة بمنطقة مشعل ومن شارع العشرين والحد الطلبية وكثافات عالية المتجه لكبري الجيزة والشارع فيصل في منطقة الطوابق والحد العشرين كمان ظهرت كثافات تانية في شارع السودان والحد جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لمناطق بولاء وامبابة وكمان بتظهر كثافات مرورية متحركة في ميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية وشارع السودان بالقرب من محطة مترو جامعة القاهرة مع اقتراب موعد دخول الموظفين للجمع هنروح دلوقتي مشاهدينا لمحافظة الإسماعيلية اللي رايح للمحافظة من خلال الطريق الصحراوي اللي فيه سيولة مرورية كبيرة جدا بتستمر من أول القاهرة والحد مدخل المدينة واللي متجه من خلال الطريق الزراعي سواء من طريق الإسماعيلية أو منطقة مصطرد فيه سيولة مرورية أما شوارع مدينة الإسماعيلية هنلاقي فيه سيولة مرورية كبيرة خاصة على الطريق الدائري حول مدينة الإسماعيلية أما طريق عثمان أحمد عثمان اللي بيوصل بين الجمع والاستاذ ومجمع المحاكم في سيولة مرورية معادة بعض الكثفات المتحركة واللي ما بتتأثرش على حركة وما بتتأثرش على حركة الطريق أما المتجه لبور سعيد في سيولة مرورية في طريق الاسمعالية بور سعيد من منطقة القناة لجنوب السعيد هنكمل مع محافظة سهاج ونبتدي فيها من محطة قطار سهاج والطريق عندها بيشهد كثافات نسبية بسبب دخول الطلاب للمدارس هنمشي كمان وهنشوف طريق عبد المنعم رياض اللي بيربط طريق العارف بطريق الحوويش وفيه كمان بعض الكثافات المرورية أعلى نهر النيل وكمان الطريق المؤدي للجمع فيه كمان كثافة نسبية كمان فيه كثافات مرورية عند المستشفى العام ومجمع المحاكم وشارع التحرير أما طريق الحوويش الرئيسي فبيشهد سيولة نسبية وطريق المنشأة وطريق أخميم جرجة بيشهد كمان سيولة مرورية في الاتجاهين للقادم لمدينة سهاج أو العكس وأخيرا طريق أصوان الزراعي الغربي بيشهد سيولة مرورية دلوقتي مشاهدين تعالوا نتابع مع بعض متوسط أسعار صرف العملات الرسمية وهنبتدي مع الدولار الأمريكي والسعر البيع وسعر الشراء سعر البيع سجل 18.43 أما الشراء فسجل 18.34 اليورو البيع سجل 19.93 أما الشراء فسجل 19.82 الجنيه السليني البيع سجل 24.08 أما الشراء فسجل 23.95 الفرانك السويسري البيع سجل 19.53 أما الشراء فسجل 19.45 هنروح لليوان الصيني البيع سجل 2.89 أما الشراء فسجل 2.87 الريال السعودي البيع سجل 4.91 أما الشراء فسجل 4.89 الدينار الكويتي البيع سجل 60.41 أما الشراء فسجل 60.09 وأخيرا الدرهم الإماراتي البيع سجل 5.02 والشراء سجل 4.99 خلونا دلوقتي مشاهدين نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس النهاردة فيه تحصن في الأحوال الجوية عن المبارح وهيكون فيه انخفاض فيه درجات الحرارة والطقس هيكون حر على القاهرة الكبرى والوجه البحري وفيه نشاط الرياح على بعض المناطق وفرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 33 وأعلى درجة حرارة هتكون في الوادي الجديد 44 وأقل درجة حرارة في السالون 19 هنتابع مع حضراتكم أحوال الطقس بالتفصيل في النشرة الجوية ولكن بعد شفاية ترجمة نانسي قنقر